بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين هذه تعليقات على ما تابعت اليوم في الأخبار في قناة الجزيرة وعندي تعليقات أولاً كانت هناك تعليقات فيما يتعلق بالساحة العربية وخاصة الساحة الفلسطينية أريد أن أعلق على بعض الأمور مجدي شندي الذي يأتي من القاهرة وهو محرر إحدى الجرائد وهو بوق مع الأسف إلى هذا المجرم القاتل الخائم عبد الفتاح السيسي وهو أسوأ ما يمكن في العالم العربي في الوقت الحاضر فهو عميل إلى الصهيونية وأنا هذا أقول من هنا من أمريكا وثانياً جبريل إرجوب وهو أمين سر حركة فتح والحقيقة أن حركة فتح تحولت الآن إلى حركة مرتزقة كل ما يريدون هو راتبهم والحقيقة أنه أنا نصحت منذ مدة أنه أفضل شيء ممكن أن تعمل السلطة الفلسطينية هي حل نفسه أما أنه عبارة عن إقامة دولة ضعيفة كما هي حالة دول ما يسمى بالهنود الحمر في داخل أمريكا ومشابه إلى حل السلطة الفلسطينية ومطالبة بكافة الحقوق والواجبات بإقامة دولة ديمقراطية في فلسطين التاريخية حيث يعيش فيها العرب يعني من مسيحيين ومسلمين ويهود في دولة واحدة تحت دستور واحد كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية هذا ما أطالب به منذ 1980 يعني من حوالي 36 عاما وهذا ما قدمته إختراح إلى الحزب الديمقراطي في المنطقة اللي أنا بعيش فيها جرانت وهذا ما صوت عليه الحزب أربع مرات 1990، 2010، 2012، 2016، 2016 هذا صوتوا عليه أنه إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين التاريخية وهذا ما يدمر الكيان الصهيوني هذا الكيان المجرم القاتل هذا اللي يفرق الدول العربية كلها وهذا اللي نشر ما يسمى بالإسلاموفوبية في داخل أمريكا وهذا الذي يعمل بكل جهده لتفريق العرب كلهم وكل محاولاته هو استمرار التطبيع مع الدول العربية بعد ما طبع دول وأنا أعتبرها دول الخياني وهي الأردن ومصر والآن في طريقه ليطبعها مع دول أخرى من دول القليج وخاصة بالسعودية والإمارات والآخرى وقفوا يا جماعة عند حده والطريقة بإيقافه دولة واحدة ليعيش فيها الجميع في دولة ديمقراطية هذا ما يفهم الشعب الأمريكي وهذا ما يمكن أن يدمر هذه الدولة المجرمة الصهيونية من الداخل أنا طالبت فيه من زمان على كل حال هذا الشيء اللي بقوله أما بخصوص دور مصر فالمصر أنا بالنسبة إلى أنتهى دورها دور خيانة الآن وأما محمد دحلان اللي ينافس حركة فتح أنا أعرف دحلان وأيام ما كنت أجتمع مع الرئيس الراحل أبو عمار في 2001 في رامالله كان هو يكون موجود وإنسان منافق وإنسان تافه وأنا التقيت معها في إحدى المرات أن ما زرت غزة وكان يفتخر هناك في غزة أنه هو حلق لحية اللي هو الدكتور محمود الزهار أن ما حطه بالسجن يعني إنسان مستوى ضئيل جدا والحقيقة نأسف أن الشعب الفلسطيني يكون هؤلاء أمثال الأمثال اللي بدهم يقيدوه يحاولوا قيادته من دحلان إلى محمود عباس هؤلاء جماعة تافين جدا ما شعب الفلسطيني ما بيستعق هذه القيادات التافية والجاهلة على كل حال هذا الشيء أحب أن أتعلق عليه وأقولكم بصراحة أنه تبسكوا بالثوابت الفلسطينية وأهم شيء هي حق العودة أهم شيء حق العودة والعودة لا يعني أنه يروحوا على دولة فلسطينية حزيلة بالضفة الغابرية وغزة وإنما حق العودة إلى حيفة وإلى يافة وإلى كل هذه المناطق وأنا شخصيا مولود كنت في حيفة وهذا حقي أني أعود إلى حيفة وعلى كل حال هذا الحق لا يمكن أن نتنازل عليه وحتى لو جاءوا أولادنا وأولاد أولادنا ونحن الفلسطينيين الآن وخاصة مع الشتاد يتناسب تماما أعدادنا مع اليهود على كل حال أنا دائما وأنا في داخل أمريكا أقولهم أنه إحنا لسنا ضد اليهود كيهود كديانة اليهودية فهي ديانة رغم أنه أنا أعتبر الإسلام هو الدين الصحيح ولكن أحترم هذه الديانة بمع احترامي إلى الديانات الأخرى وخاصة الديانة المسيحية ولكن نحن ضد الصهيونية وهي حركة عبارة عن حركة حركة أبراثايد يعني حركة تمييز عنصري وحركة سيئة ولا يمكن أن نقبلها بأي حال من الأحوال هذا ما أقوله هذا اليوم والحقيقة أني سعيد الآن أني لأول مرة بعد شهرين من المرض وكسر رجلي أنه أخف على رجلي لأول مرة بعد شهرين وأقول لكم من هنا السلام عليكم وبارك الله فيكم وفي أحوالكم والحمد لله رب العالمين